بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع فيما يلي فصول كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام الحلقة الثانية والثلاثون الميل لأصناع قريش وحديث الغرانيق العلا وهذا موضوع جزء من الفصل الرابع من الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الفصل الرابع كان تحت عنوان هل حاول النبي محمد صلى الله عليه وآله التنازل قليلا للمشركين وقد بحثنا في حلقة السابقة موضوع شق القمر وموضوع الإسراء والمعراج كمعاجز مثلا قدمها للمشركين أم ماذا اليوم نتابع الميل لأصناع قريش وحديث الغرانيق العلا يقال أنه في هذه الأثناء التي كان النبي يتحاور مع المشركين ويحاول أن يجلبهم إلى الإسلام بأي طريقة وكانوا يرفضون وكانوا يطلبون المعاجز وكانوا يعني يتحججون فأراد النبي ذات يوم أن يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك حتى تلم بألهتنا حتى تروح تبارك بألهتنا فحدث نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر الأسود والله يعلم أني لها كاره فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الإسراء 73 إلى 75 كما ينقل هذه القصة الطبري والقرطبي أيضا عن سعيد بن جبئير ومجاهد وقتادة والبغوي ينقلها أيضا مفسر البغوي وروا الأندلسي في البحر المحيط قال ابن عباس كان النبي الرسول معصوما ولكن هذا تعريف للأمة لألا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله وجرائعه وهناك روايات أخرى أن هذه الآية نزلت في قصة الغرانيق كما يليه بعد قليل وبما أن مشركي قريش كانوا يعتقدون أن محمدا متنبئ وليس نبيا فقد حسبوا أن بإمكانهم الحوار معه من أجل حل وصل فتقدموا بهذا الاقتراح العجيب وهو أن يعبدوا إلهه عاما ويعبد آلهتهم منات واللات والعزة عاما آخر أي يعترف بآلهتهم ويكف عن سبها وتحقيرها والكفر بها وقالوا يا محمد هلما فنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما في أيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فقال النبي حتى أنظر ما يأتي من عند ربي ثم جاء الوحي الإلهي الحاسم ردا على دعوة المشركين بالعبادة الدورية المتبادلة لله وآلهتهم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين سورة الكافرون وأنزل الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد يعني فقط الله بل الله عندما تقدم المفؤول به يعني يفيد الحصر بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الزمر من 55 إلى 56 هذه قصة ما يروى عن ميل النبي محمد إلا مثلا يعني المشركين أو التفاهم مع المشركين الموضوع الرابع قصة الغرانيق هذه قصة فعلا معقدة وخطيرة في نفس الوقت هل كانت محاولة للتقرب من المشركين أيضا ومع ذلك ظل النبي محمد صلى الله عليه وآله يحرص على تجاوز هذه العكبة عكبة العداء والاختلاف مع أهل مكة من قريش وتمنى في نفسه لو يكسب قومه إلى الإسلام حتى عاتبه الله على إتعاب نفسه من أجل هدايتهم للإسلام فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سورة الكهف آية 6 وقال له أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاطر آية 8 وفي هذا السياق يقول المؤرخون إن النبي أضاف آيتين هما تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى سورة النجم مما أدى إلى سجود المشركين مع المسلمين خلف النبي ولما تراجع النبي عن هاتين الآيتين اشتد الكفار في معارضة النبي وارتد على أثرها بعض المسلمين وشكوا بنبوة النبي محمد وهو ما يعرف بقصة الغرانيق والغرانيق جمع غرنوق وهو الحسن الجميل يقال شاب غرنوق وغرانق إذا كان ممتلئا ريا وتعني هنا الملائكة الغرانيق العلا يعني الملائكة اللي في السماء وقد روا هذه القصة المؤرخ محمد بن إسحاق المعروف اللي توفى سنة 151 رواها في السيرة النبوية اللي لخصها ابن هشام ومعروفة سيرة ابن هشام رواها عن عبد الله بن عباس وبعض التابعين كسعيد بن جبير ورواها محمد بن سعد في الطبقات اللي توفى سنة 230 ابن سعد هو محمد بن سعد ابن منيع ابو عبد الله البصري الزهري في معروفة المهم هذه راويها ابن سعد وابن إسحاق وذكر محمد بن إسماعيل البخاري اللي توفى سنة 256 انتصف القرن الثالث الهجري شاطرا منها ما روا القصة كلها روا قسم من عندها وهو يعني هو جاء متأخر عن ابن إسحاق وعن محمد بن سعد صاحب الطبقات ومع ذلك لم يروي القصة كاملة ذكر موضوع سجود المشركين خلف النبي بعد قراءته لسورة النجم ولكنه لم يذكر موضوع الإضافة ما قال لماذا سجد هؤلاء وأن النبي أضاف آيتين واجأ بعد الطبري محمد بن جرير الطبري اتوفى 310 رواها بأسانيدة مختلفة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرضي وابن عباس رواها عن ابن عباس أيضا قال لما رأى رسول الله تولي قومه عنه يعني ما كان يقبلون بالإسلام وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاء به من الله ما كان يقبلون الإسلام تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارن بينه وبين قومه وكان يسره مع حبه لقومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلض عليه من أمرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه فأنزل الله عز وجل والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا فلما انتهى إلى قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه لما كان أو لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه تلك الغرانيق العلا يعني بعد ما كمل الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى اللي هي أصنام قريش قال تلك الغرانيق العلا وإن سفاعتهن لترتجا فلما سمعت ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم زلل فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد ابن مغيرة فإنه كان شيخا كبيرا فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء من الطراب يعني فسجد عليها ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم يقولون قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر قد زعم فيما يتلوه إنها الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى هذا اللي كان هم يقولون أن نحن نعبد للملائكة وهذه الأصنام عبارة عن تماثيل للملائكة وحتى يشفعون فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحي ويميت وهو الذي يخلق ويرجق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فإذا جعلت لها نصيبا فنحن معك هذا هو كان إشكال مع النبي يعني كان هم متنازلين شوية يكادون يؤمنون بالإسلام ولكن مع المحافظة على أصنامهم وعلى عقائدهم الباطلة وأتى جبرايل رسول الله فقال يا محمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل وقلت ما لم يقل لك إحنا ما قلنا لك هذه الآية تكمل هذه فحزنا رسول الله عند ذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا بس الكلمة كلتها هم يعني صاروا أصحاب معاك ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الموات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الإسراء 73-75 فما زال مغموما مهموما حتى نزلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الحج من 52 إلى 55 فأذهب الله عز وجل عن نبيه الحزن وآمنه من الذي كان يخاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم هذه الفقرة أو هذه الآيتين إنها الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى أو ترتضى يقول الله عز وجل حين ذكر اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة ضيزة يعني عوجاء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات والأرض أفود وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا النجم من 21 إلى 28 وقد حسم الله في هذه الآيات الأخيرة الموقف من آلهة قريش اللات والعزة والمنات التي كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله فنفى الله أي شيء من تلك الأوهام وطالب نبيه بالإعراض عن المشركين فأعرض عمن تولى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا النجم 29 ويبدو أن هذه الرواية كانت رائجة ومقبولة في القرون الهجرية الثلاثة الأولى ولم يسجل أي تشكيك فيها حتى القرن الخامس الهجري كما يقول ابن حجر العسقلاني المصري المتوفي في سنة 852 في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 8 صفحة 354 إلى 355 وأما الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري فقد قوى أصل الرواية وقال في فتح الباري في شرح صحيح البخاري بعد أن ساق الرواية الأولى وخرجها هي وغيرها مما تقدم قال أفوال أفوال قال بعد أن ساق الرواية الأولى معذرة إذن فالحافظ ابن حجر العسقلاني المصري قوى أصل الرواية وقال في فتح الباري في شرح صحيح البخاري بعد أن ساق الرواية الأولى وخرجها هي وغيرها مما تقدم قال وكلها سوى طريقي سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع ولكن لكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين يعني معتبرين ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال وقد تجرأ أبو بكر ابن العربي كعادته فقال ذكر الطبر في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق وهو إطلاق مردود عليه وكذا قال عياض هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده وكذا قوله ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ثم رده من طريق النظر يعني عياض رد هذه الرواية من طريق النظر يعني بأن ذلك لو وقع لارتد كثير من من أسلم قال ولم ينقل ذلك ما أسمعنا أنه المسلمين يرتدوا انتهى هذا نقل قوله الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري في فتح الباري نعم وجميع ذلك لا يتماشى مع القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها يعلق الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول و أفوا يقول فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيذ منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج أو يحتج بها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض يعني تقريبا ما لأ تصديق هذه الرواية وتصحيحها وبالرغم من تصحيح ابن حجر لأصل الرواية إلا أنه توقف في بعض تفاصيلها واستنكر حملها على ظاهرها وقال وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وعليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا منه وكذا سعوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لما كان أصمته إنه هو معصوم كيف يجيب كلام مخالف للتوحيد لأهم مبدأ في رسالته ثم ذكر الحافظ ابن حجر مسالك العلماء في تأويل ذلك ورفض أن يكون الشيطان قد تكلم على لسان النبي صلى الله عليه وعليه بتلك الجملة وإنما ألقاه الشيطان بلسانه في سكثة النبي النبي كان يقرأ القرآن والشيطان هو قرأ التكملة فسمعها فسمعها الناس كأنه النبي قاريها هكذا أول القصة وفيما عدا ابن إسحاق وابن سعد والطبري وابن حجر فإن عامة المؤرخين ذول اللي أيدوا القصة فإن عامة المؤرخين والمفسرين والمحدثين بعد ذلك رفضوا حكاية الغرانيق واستبعدوا قيام النبي بإضافة آيتين لسورة النجم من وحي الشيطان وقوله إن شفاعتهن لترتجى أو لترتضى إرضاء لمشرك قريش واستجلابا لهم للإسلام لأن ذلك يهدم الثقة بالرسول وبمصداقيته ويفتح بابا للشك في آيات أخرى أو في عموم القرآن بعد أحد ما يصدق بالقرآن ومن هنا حاول بعض المفسرين إيجاد مخرج من هذه الأزمة فقالوا بأن الشيطان تحدث على لسان النبي في أثناء قراءة النبي للقرآن وأن النبي لم يتلفظ بتلك الفقرة الآية المزورة وأن المشركين ظنوا ذلك وقال البغوي الذي توفى في سنة 516 في القرن السادس الهجري في تفسيره قال قد اختلف الناس في الجواب عنه فقال بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يقرأ ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته فظن المشركون أن الرسول قرأه وقال قتادة أغف أغف النبي إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خبر النبي كان غف شوية وتكلم فالكلام مواعي يعني ولم يكن له خبر والأكثرون قالوا جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السحو والنسيان يعني كان يفكر مثلا في عقله واتفر بهالكلمة هذه ولم يلبث أنبهه الله عليه وقيل إن شيطانا يقال له أبيض عمل هذا العمل وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى يمتحن عباده بما يشاء هذا البغوي نقل مجموعة تأويلات وحكايات وتخريجات لهذه القصة واعتبر القاضي عياض يتوفى سنة 544 أيضا في القرن السادس الهجري بعد هذا إجاب بعد البغوي يقول اعتبر حديث الغرانيق مشكلا ورد عليه من ناحيتين تضعيف السند وتأويله إن صح أول شيء قال هذا السند قد نشكك فيه ضعيف ضعف السند ثم تأويل الموضوع ورفضه بناء على إجماع الأمة على عصمة النبي في الوحي قال الأمة مشمعة على أن النبي معصوم في الوحي لا يمكن أن يخطئ في الوحي فكيف فكيف هالكلام إذن هذا ليس صحيح وقال أبو بكر بن العربي اللي إجه سنة خمسمية وثلاث واربعين معاصر للقاضي آيات قال إن النبي صلى الله عليه وآله إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه فإنه يخلق له الألم به حتى يتحقق أنه رسول من عنده يعرف هذا نبي ملك يتحدث معه الله يعني يخلق الألم في أقل الرسول أو في قلب الرسول ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة فإذا خلق الله له الألم به تميز عنده من غيره أنه موح الشيطان يتكلم معه وثبت اليقين واستقام سبيل الدين ولو كان النبي إذا شاف هه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم شيطان أم إنسان أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت عليه كلاما وبلغت إليه قولا لم يصح أن يقول إنه من عند الله ولا ثبت يعني النبي لو كان يشك أو ما يعرف أو مشتبه ما كان يقول هذا من عند الله تعالى ولا ثبت عندنا أنه أمر الله فهذه سبيل متيكنة وحالة متحققة لا بد منها ولا خلافة في المنقول ولا في المعقول فيها ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بها ما أمناه على آية ولا عرفنا منه باطلا من حقيقة فارتفع بهذا الفصل اللبس وصح اليقين في النفس هذا في كتابه ابن العربي في فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي المقال الأول المقام الأول ثم جاء بعدهم الفخر الرازي اتوفى سنة ستمية وستة قال الفخر الرازي هذه القصة باطلة موضوعة ولا يجوز القول بها قال الله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أي شيطان لا يجتر أن ينطق بشيء من الوحي وقال المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي هذا توفى سنة ستمية وواحد وسبعين في القرن السابع يعني في تفسيره إن الأحاديث المروية في نزول هذه الآية لا يصح شيء منها ونقل قول النحاس أن هذا أحاديث منقطع وفيه هذا الأمر العظيم شيء صعب جدا واحد يقبله وهذا أحاديث منكر منقطع ولا سيمة من حديث الواقدي الذي يفصل الموضوع هذا مستحيل كما نقل عن ابن عطية قوله إن هذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلاء وقع في كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلم ولا ذكره في ألم مصنف مشهور بل يكتضي مذهب أهل الحديث يعني شفن البخاري فقط ذكر جزء من الرواية وهي سجود المشركين مع النبي ولم يذكر الرواية كلها يعني رفضها ما قبلها ما صدقها بل يكتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون هذا السبب ولا غيره ولا خلافة ولا خلافة أن إلقاء الشيطان إنما هو الألفاظ المسموعة بها وقعت الفتنة في ألفاظ سمعوها وذلك سجدوا ثم اختلف الناس ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء فالذي فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ على لسانه وحدث وحدثني أبي رضي الله عنه هذا المفسر القرطبي يتحدث يقول أنه لقي بالشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال هذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم في التبليغ وإنما الأمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرأيتم اللات والعزة ومنات ثالثة الأخرى وقرب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس الأمر على المشركين وقالوا محمد قرأها هم الصور في الشكل يعني وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي وقيل الذي ألقى شيطان الإنس الذي ألقى شيطان الإنس كقوله عز وجل والغوا فيه كان يلغون بالقرآن فنبدأ يكرر الآية واحد يتكلم ورى النبي كما يقول ابن خزيمة محمد بن إسحاق النسابوري والآية كاملة هي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون هذه الآية قال مثل هذه الآية يعني معناتها ولما كانت الروايات الواردة بشأن الغرانيق أخبار أحد ضعيفة وليست متواترة ولا مضبوطة فقد أصبحت عرضة للتحريف والتغيير والتأويل بما ينسج مع الموقف الأيدلوجي المسبق المؤمن بأسمة الوحي ونقل القرطبي عن ابن عطية الأندلسي القرطبي أيضا كان في الأندلس نقل عن ابن عطية الأندلسي توفى سنة خمسمية واحد واربعين قوله لا خلافة أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة فالله أعلم وإن الجملة المضافة كانت والغرانيق العلاء يعني الملائكة وليس إنهن الغرانيق العلاء يعني صار يغيرون بها الكلمة وإن الضمير وإن شفاعتهن ترتجى يعود إلى الملائكة يعني لما نقول إنهن يعني يصير الضمير يرجع إلى اللات والعزة والمنات إذا كانت الكلمة إنهن الغرانيق العلاء يعني هالأصنام هي الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن ترتجى فقال ماذا هي هو خبر أحد فممكن واحد يقرى بشكل آخر ورواه بهالصورة قال والغرانيق العلاء يعني منقطع هذا الشيء جديد والغرانيق العلاء وإن شفاعتهن ترتجع يعود على الملائكة وليس على اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهذا ما روي عن مجاهد والحسن والكلبي فهي روايات أخبار أحد ربما كل واحد يزيد ينقص فيها فالصير في معنى آخر وصير معنى غير معقول وغير مقبول وقال الرازي محمد بن عمر في التفسير الكبير كما قلنا هو توفى سنة ستة مئة وستة هجرية قال هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول القرآن ينفي أنا ولا وحي وحا وشكك إسماعيل بن عمر بن كثير توفى سنة سبعمية وأربعة وسبعين يعني في القرن الثامن الهجري في تفسيره شكك في إسناد الرواية وقال كلها مرسلات أو منقطعات وقال قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظن منهم أن مشرك قريش قد أسلموا يعني يقول وصل خبر الناس المهاجرين في الحبشة أن مشرك قريش أسلموا بعد مئة ذهم فرجعوا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم يعني هي هذا رجوع المشركين بسرعة ما هو الرواية تقول في نفس اليوم إجي الملك ونبه النبي الرواية الأولى فشلون راح الخبر بسرعة إلى الحبشة وذولا بسرعة رجعوا هذا يستغرق أنه العملية طالت أيام وشهور حتى يوصل الخبر وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا وكلها مرسلات ومنقطعات وحاول ابن كثير أن يقرأ الرواية بشكل آخر لا يتنافى مع أسمة الرسول واستلطف أجوبة بعض الناس أن الشيطان أوقع في مسامة المشركين ذلك كان هذا الشيء لطيف يعني الرأي هذا فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنع الشيطان لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وآله والله أعلم نجي إلى الشوكاني محمد بن علي ابن محمد الشوكاني توفى سنة 1250 للهجرة يعني قريب جدا وهو زيدي في كتابه فتح القدير فسر معنى كلمة ثمنى فقال إنه تشهى وهيأ في نفسه ما يهواه ثم نفى أصلى الرواية وقال لم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه وإنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح ونقل قول إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادق أصلاً مما سووها من أول يوم ورأى الشوكاني أن رواية إضافة النبي لآيتين في مدحلات والعزة ومنات الثالثة تناقض آيات صريحة في القرآن تؤكد أن النبي لا ينطق عن الهوى مثل آية ثلاثة في سورة النجم وتضمن أسمته ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئاً قليلاً الإسراء 74 وتهدده بالعقوبة إن تقول على الله بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الحاقة 44 و46 فمو معقول إذن هذا الكلام كله واستخلص الشوكاني من كل ذلك أن معنى الآية بسهر النتيجة الخلاصة أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله ولا جرى على لسانه فتكون هذه الآية تسلي لرسول الله صلى الله عليه وآله أي لا يهولن كذلك ولا يحزنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء الحديث طويل في هذا الموضوع سوف نتابع في القسم القادم من هذا الفصل الحلقة القادمة إن شاء الله قصة الغرانيق في المصادر الشعية ونشوف رأي الألباني في الأخير ونحاول أن نخلص بنتيجة معينة عن هذا الموضوع الخطير جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم غد إذا أبقان الله أحيا إن شاء الله